كل طعام عنده محمدة ولكن أكثر كان يحب منشات الذراع هذه كل أحاديث يحب منشات الذراع وكان يحب منشات مقدمها وكان يحب منشات أيضا الظهر هذه الأماكن التي تكون طرية هيينة لينة وتكون بعيدة عن ما يخرج من الشياة لكن كله جائز وحلال ومباح ومرغوب ومحبوب لكن كما في الأحاديث الكثيرة كان عليه الصلاة والسلام يحب منشات الذراع أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من بقية الأطعمة القثاء وكان يأكل الرطب يحب الرطب يأكله بالقثاء القثاء مثل خيار وما شhabه ذلك ومشتقاته وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يحب من الطعام الدباء التي يقلها اليقطين أو يقله القرع العسلي فكان عليه الصلاة والسلام يحبه وقال جابر وغيره فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طبخوا شيئا من ذلك يتتبع الدباء فأحببتها مذ أحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالمناسبة أتى الطب الحديث الآن ليبين ما فيها من الفوائد وما فيها من العلاجات التي لا تعد ولا تحصى بحسب قولهم وهم إن شاء الله تعالى ثقات ويكفي أن الله عز وجل أنبت على سيدنا يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت بأمن ربه وعندما ألقاه ملوما على شاطئ صور كما قال البعض وهناك قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أوراقها ناعمة وأيضا كبيرة تحميه من أشعة الشمس وأيضا تبعد لأن هذه الشجيرة أو هذه النبتة لا يقترب منها الذباب ولا الناموس فهذه كان يحبها عليه الصلاة والسلام كثيرا وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أيضا التمر ويحب العسل المشوب بالماء يخلط بالماء أو العسل مع شيء من التمر ومع الأقط ومع الزبدة يضعها مع بعضها تسمى الحيسة أو كان يحب الثريد وهو اللحم مع الخبز وكان يقول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام صلوات ربي وسلاماته عليه وكان يحب الخريزة وكان يحب الخبيصة هذه التي تعمل ومنها ما يسمى بالتلبينة لهو عبارة عن الشعير الذي يضحم ثم يضاف إليها الماء مع بعض المنكهات أو يضاف إليها الحليب واعتبرها مجمة للفؤاد وتذهب بؤسة وكآبة وحزن الحزين